بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة عظيمة جدا من كل السنة عامل النسير يصل بك إلى درجة أعلى من درجة الصوام القوام المتصدق روى أبو داود والماجد التلميذي في صحيحهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أغبلكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال أصلاح ذات البين وإفساد وذات البين أو فساد وذات البين هي الحالقة الحالقة يعني تحلق الدين أي تدمر الدين حديثة معنى أي معنى اللي يصلح بين اتنين متخاصمين يحصل صواب أكتر من الصوام القوام اللي يصلح بين قبلتين متخاصمين اللي يصلح بين زوجين اللي يصلح بين اتنين متخاصمين في العمل أو بين اتنين من جيران لذلك كل ما تلاقي اتنين متخاصمين يسعى في هذا الموضوع بكل طاقتك بكل ما وطيت من قوة لانه سواب عظيم جدا اصلاح ذات البين لان فساد ذات البين هي المدمرة هي الحلقة ذات لسات الدين فكتين من الناس متعرفش السواب العظيم ان الاصلاح بين الناس يصل بك على درجة اعلى من درجة الصوام القوام المتصدق بحديث ان دبي صلى الله عليه وسلم بما لا يشك فيه فقال كل واحد اجتهد في اصلاح ذات البين او اصلاح بين المتخصمين سواء كانوا في العمل في النتاق العائلة في البيت بين الجران اصلاح بين الناس هذا احد الطرق الاكيدة ان شاء الله الى الفردوس الاعلى من الجنة وانا اكتبوكم الحديث في الوصف انساقوا هذا الكلام وانشوه اقولوا قولي هذا استغفر الله بكم